السلام عليكم ورحمة الله وركاته حبيب قلبي اهلا بكم عايز تمشي السراط المستقيم تقرب من ربنا وتعبده وتعمل التعاط وتبطل المعاصر وكل ما تسأل امير يقولك اه ما لهاش حل لازم تسيب اصدقاء السوق وتصاحب صالحين انت كل اللي حوليك اصدقاء السوق وتدور على صالحين ما انتش لاقي تعمل ايه بقى؟ وقد ده ماكشر تعمل زي زايد ابن عمر بن نفايد عمل ايه بقى زايد ابن عمر صلي على النبا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اذمعين زايد ابن عمر ده كان من قريش قبل بعثة النبا عليه الصلاة والسلام كل اللي حواليه اصدقاء قريش اصدقاء السوق الحلوين ابو جاهل بقى ابو لهب ومشعفيه الناس دي بتعبد ايه؟ اما لا تعبد اله من حجارة خشب عجوة ليجوع يبلع اله بتاعه قالك لا 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 ده مش الدين اكيد وده مش اللي يرضي ربنا ابتدى يا فكر طب يا رب ايه اللي يرضيك؟ يدور يمين شمال يقولوله ده في الشام في ناس على اليهودية والنصرانية لو تحب تروح تسألهم روح هو عايز يرضى ربنا وما يهموش غير رضى ربنا فيبعد على اصدقاء السوق ويروح يدور على اصدقاء الصالحين يلا سلام عليكم يا يهود ها قلولي انتوا بتعملوا ايه؟ بتعبدوا ايه؟ ايه قصتكم؟ فيحكولوا الديانة المحرفة بتاعتهم فيحس انه لا مش ده الدين ابدا وبعد كده يقولوله لو عايز تتبع دينتنا لازم تاخد نصيبك من غضب الله يقول لهم غضب الله ده انا بهرب من غضب الله مفيش غيركو يقول له اه في نصارى هنا روح يسمحهم يروح يسمحهم ويقعوا معاهم ديانة محرفة والدين ده مش صح الكلام اللي بتقال ده بعد ما يخلصوا الكلام يقولوله وكمان عشان تتبع لازم تاخد نصيبك من لعنة الله فيقول ايه ده انا بهرب من لعنة الله مش اصدقاء الصالحين اللي كنت بدور عليكم طب يا جماعة انا اعمل ايه مفيش حاجة غيركو طيب يقولوا له اه ده فيه بقايا ديانة كده كانت اسمها الحنيفية بتاعت ابراهيم جان يعبد الله ولا يشرك به شيء وبيعمل 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 بس لايه اصدقاء صالحين الحمد لله يلا فين بقى يا جماعة الناس اللي هم اللي على الحنيفية دول ونبقى حنيف معاهم ونتصاحبه فيطلع ان في الجزيرة العربية مفيش ولا واحد حنيف لسه فاضل لكن هو ده الدين اللي هو اقتنع به لما سمع كده واستشعر ان هو ده اللي يرضي الله همه بقى هيبقى حد معاهم اللي مهموش مهموش طلع في الصحراء الواحد وقال رب الله سبحانه على قهلا يا رب لو كنت اعلم احب الطرق اليك عبدتك به ولكني لا اعلم وشهدك يا رب على اني حنيف على ملة ابراهيم ويرجع تاني يعيش في وسط قريش وحيد محدش يهوب نحيته ولا يحبه ولا يتصاحب معاه ليه ده مين ده مالوش اصدقاء صالحين خالص بس كما يقال ماذا فقد من وجد الله ماذا وجد من فقد الله مهموش يأكلوا اكلوا يتضاحوا على النصب بتاعتهم ده ويجيوا لا انا ماكلش غير اللي يذكر عليه اسم ربنا سبحانه وتعالى غير كده ماكلش ويموتوا هو في الاخر على الحنيفية لوحده بعيد عن كل الناس يجي ابنه في يوم الايام روح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ابو يا زيد في الجنة ولا في النهر يقول له زيد يبعث يوم القيامة امة وحدة يوم القيامة يوقف قدام ربنا سبحانه وتعالى امه هو الوحد عشان اختار طريق ربنا ولا همهوش مع اصدقاء الصالحين ولا لا بس المهم ما يبقاش معايا اصدقاء السوق عارفين مين ابنه بقى هيا دي هدايا ربنا للصالحين اللي بيدوروا على طريقه سعيد بن زيد رضي الله عنه ارض واحد من العشر المبشرين بالجنة فلو ما عندكش اصدقاء صالحين ولا يهمك بس لازم تبعد عن الاصدقاء السوق ولو هتمشي في طريق ربنا لوحدك تبعث يوم القيامة امه اللهم صلى على سيدنا محمد انا نفسي اخش الجنة عشان نشوف زيد ابن عبرون وفايل انا بحبوكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله اشتاج الساعة سبعة اطلاقوا عليه كل الفيديو هاي شير للفيديو الشير بتاعكم بيفرق كتير جدا السلام عليكم شكرا شكرا